الفقراء يتسبيقون الأغنياء إلى الجنة بنصف يوم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أنا وفقراء المسلمين إلى الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم وهو مقدار خمسمائة عام تخيل الفقير يدخل الجنة في مستوى هو والغني المسلم سيدخل نفس المستوى التفضيل ليس في المكانة هذا كان يصوم ويقوم ونجح في امتحان الصدقة وهذا يصوم ويقوم ونجح في امتحان الصبر على ضيق المعيشة فهذا حصل على درجة وهذا حصل على نفس الدرجة في الجنة لكن جنة الغني تظل مغلقة لا يسكنها صاحبها الحور فيها تنتظره الولدان المخلدون فيها ينتظرونه ولكنه يحاسب خمسمائة عام والفقير يتنعم خمسمائة عام ليست خمسة أيام ليست خمسة أسابيع ولا خمسة شهور ولا خمسة أعوام خمسمائة عام تخيل يعيش الإنسان الفقير في الجنة خمسمائة عام تخيل السنين حياتك كده متخيل خمس سنين من عمرك عدوا عشر سنين تلاتين سنة عدوا من عمرك متخيل كل المتعة دي خمسمائة سنة والغني بيتحاسب في الآخرة على العربية على الأصر على الفيلا على الأكل الحلو على الصحة الكويسة على الحفاوة على الدرجة في الدنيا والفقير قاعد يتنعم خمسمائة سنة يعني اللي بقى وجيه في الدنيا قاعد وجيه كم سنة أكتر وزير في الدنيا أكتر عضو مجلس شعب طول في حياته أكتر إنسان ملك في الدنيا قاعد كم سنة أربعين سنة ما ظنش قول مئة سنة زي الأستاذ اللي بيقول أنا مدير من وانا عندي سبعتاشر سنة مدير من سبعتاشر سنة لسبب عمعين بقى لك تلاتين سنة مدير ولو عشت كمان تلاتين سنة زيهم ستين سنة طب هتبقى واقف على باب الجنة بتتحاسد ما تدخلش الجنة والفقير اللي انت بتتباهى ان انت مش زيه سبعته الفقير ده يتنعم في الجنة خمسمائة سنة وانتبر جاءت قافلة إلى المدينة المنورة فضج الناس في المدينة فقيل ماذلك قالوا قافلة جاءت لعبد الرحمن بن عوف فقالت عائشة رضي الله عنه وارضاها ما هذا الضجيج فقالوا قافلة جاءت لعبد الرحمن بن عوف فقالت عائشة رضي الله عنها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر عبد الرحمن بن عوف بذلك فجاء عبد الرحمن بن عوف إلى عائشة رضي الله عنه وارضاها ليسألها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إني رأيت الجنة فرأيت فقراء المهاجرين والمسلمين يدخلون سعيا ناس دخلين مشي يدخلون سعيا فقراء يدخل الجنة مشي ولم أرى أحدا من الأغنياء يدخلها معهم إلا عبد الرحمن بن عوف يدخلها معهم حبوا فقال عبد الرحمن إن العير وما عليها في سبيل الله وإن العبيد الذين فيها أحرارا لعلي أن أدخلها معهم سعيا اللهم اكفر بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك أمن سواك اللهم اجعلنا من الأغنياء الشاكرين واجعل فقرنا لك وحدك يا رب العالمين